كنت سمعت أحد يحلف بالأمانة يقول أمانتك لا تسوي كذا ترى أمانة ما تسويها أمانة ما تروح عني يستخدمها للتأكيد يعني للإثبات أو النفي كنت سمعت أحد كذا لازم تقول له وتعلمه أن الحلف بغير الله ما يجوز وأنه حرام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالأمانة فليس منه وأنه قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك فما يجوز أن نحلف بالأمانة أو بالآباء أو الأمهات أو المصحف أو الكعبة أو الأنبياء أو الرسل أو النعمة ما نجوز نحلف بغير الله وأن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فإذا تعرف أحد أو قلت سمعت أحد يحلف بالأمانة أو بالمخلوقات لازم توصل لها الكلام هذا واللي سواها وهو ما يدري حلف فيستغفر الله ولا يعود اللهم صلى على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر